بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدينج شانل مع كورس التطبيق العملي للتحليل الفني على منصة IQ Option عنوان محاضرة اليوم كيفية استخدام الراوند نمبر في عمليات التداول مبدئيا ما هو المقصود بالراوند نمبر وكيف يستخدم في التداول هذا ما سنحاول الإجابة عليه خلال الدقائق القادمة الراوند نمبر هي الأرقام التي تكون نهايتها العدد 0 وقد تنتهي بصفر واحد أو أكثر وكلما زاد عدد الأصفار كلما زادت قوة هذا العدد من حيث كونه خط دعم أو مقاومة للأسعار على حسب مكان تواجده على الشرط وكما هو موضح على الشرط عندي في الأعلى روند نمبر ينتهي بأربعة أصفار وهذا يدل على مدى قوته وكمان عندي كذا نموذج عكس للاتجاه موجودين على نفس خط روند نمبر هللاحظ إن الاتجاه اتعكس مباشرة لأسفل من اتجاه صاعد إلى هابط وحصلت عمليات بياء كبيرة وعندي كمان في الأسفل روند نمبر ينتهي أيضا بأربعة أصفار عند الراوند نمبر الاتجاه ان عكس من هابط إلى صاعد عشان كده حصلت عمليات الشراء بشكل كبير لوجود السعر عند الراوند نمبر طيب نشوف مثال عملي على حساب الشخصي عندي على الشارت في الأعلى الشكل البيضاوي عبارة عن روند نمبر اعتبرناه خط مقاومة ذائد عدد من الشموع العاكسة للاتجاه وهنوقف وقفة بسيطة كده مع هذه الشموع العاكسة للاتجاه وإن شاء الله لما نيجي ناخد صفقات بعد كده هنحاول نبرز أهمية هذه النماذج العاكسة للاتجاه عندي خمس شموع انكاسية رقم واحد جريفستون دوجي نموذج شاهد القبر وده نموذج يعني يعتبر إلى حد ما محير على أساس أن كل الدوجي محير لكنه في الأغلب بيكون عاكس للاتجاه رقم اثنين سبينينج طوب رقم ثلاثة شوتينج ستار أما الشمعة الرابعة والخامسة فهي نموذج الهانجنجمان وزي ما خدنا في كورس التحليل الفني أن اللون لا يهم وديه من النماذج العاكسة للاتجاه يبقى الخمس نماذج الأدامي دول نماذج عاكسة للاتجاه ومعهم كمان الراوند نمبر يعني هنلاقي في الصفقة دي كل عوامل عاكس الاتجاه موجودة راوند نمبر زائد نماذج عاكسة للاتجاه خدت صفقة هبوط اعتمادا عن الراوند نمبر زائد هذه النماذج العاكسة للاتجاه لمدة خمس دقائق على فريم الدقيقة وكانت النتيجة زي ما احنا شايفين انتهت بربح والحمد لله طيب يلا بينا نشوف مثال كمان للراوند نمبر بس عند منطقة دعم على الشرط اللي قدامي ده اخر زيرو وكمان عندي عليه نموذج الهمر ذيل شمعة النموذج لامست الراوند نمبر وزي ما احنا عارفين ان ذيول الشموع عبارة ان دعم او مقاومة على حسب مكان تواجدها على الشرط هنا عند الراوند نمبر تمثل دعم للاتجاه الصاعد لان نموذج الهمر نموذج عاكس للاتجاه ومن بعد اللامست ذيل الشمعة خط الراوند نمبر صعد السعر الاعلى مباشرة وده بيوريني قد ايه اهمية الراوند نمبر وخاصة لو جاء معه نموذج عاكس للاتجاه سواء كان في الاتجاه الصاعد او الاتجاه الهابط وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم الى ان القاكم في محاضرة قادمة لكم خالص تحياتي كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والاحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والاعمال واذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته